الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد المداخل وما أدراك ما المداخل هم أتباع ربيع المدخل يدعي التزامه بمنهج السلف الصالح قصتي معهم طويلة منذ زمن بعيد أول مرة رأيتهم في أحد المساجد في عام 1987 انقبض قلبي مباشرة حين رأيت غلظتهم وفجاجتهم أعظم ما يتعلقون به هو عدم الخروج على الحكام حسنا أنا أتفق في أن الخروج على الحاكم سيزيد الوضع سواء لكن المداخل لا يتعاملون بميزان العدل حين نرى بعض الدعاة ميزانه مائل فإننا نرى المداخل لا ميزان لهم أصلا نراهم في غاية الوداعة مع ظلم ذوي النفوذ وغاية في الشراسة مع الدعاة الذين يخالفونهم في منهجهم أرانب أمام الأقوياء وضباع أمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نعم الإسلام أمرنا بالرفق واللين والحكمة والحسنة مع الحاكم مع الدعاة والعوام مع المسلم والكافر كما قال تعالى فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى تخيل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ماذا يقول لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى فكيف بإنسان يشهد أن لا إله لله وأنا محمد رسول الله لكن التبس بالكثير من الظلم بسبب طمعه في الحكم هذا أهوى من فرعون ولا شك أما المداخلة فنراهم يناقضون أنفسهم حين يتعاملون مع الدعاة الذين يفترض أن يكونوا أكثر رفقا بهم في أخطائهم الفكرية من السياسي الظالم الذي يقتل الأبرياء ويسجنهم وكل أمر أنكره المداخلة على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وفسقوهم به وظللوهم قد فعل الحكام وأضعافه فحينها سيجعلون من اقتنع بكلامهم في الدعاة سيستنسخ ذات الحكم بل أشد على الحكام وحينها سيقعون فيما فروا منه وهو التحريض على الحكام لذلك يخطئ بعض الحكام الذين يعتمدون على المداخلة في ضرب خصومين لماذا؟ لأنهم النموذج الأسوأ الذي سرعان ما سيرتد عليهم من الأمثلة التي تدل على أن الكثير من الدعاة اليوم يعيشون في فوضى عارمة من التناقضات سواء كانوا مداخلة أو غير مداخلة نرى مثلا بعض من يشنعون على محمد عبد الكريم العيسى وهو أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشنعون عليه حين قال اليهود والنصارى إخواننا طبعا هذا الكلام الذي قاله العيسى باطل لا أتفق معه بحال لكن من المضحك أن أرى بعض من يشنع عليه اليوم قد برر قبل السنين نفس الكلمة التي قالها الدكتور القرضاوي أسأل الله أن يوفقنا وإياه للخير والحق فالدكتور القرضاوي قبل سنين طويلة وصف النصارى بأنهم إخواننا فكيف تبرر القرضاوي بالأمس وتشنع على العيسى اليوم والعكس كذلك قامت قيامة بعض العلماء وبعض المنتسبين للمداخلة وغير المداخلة وكفر الدكتور القرضاوي بسبب هذه الكلمة وأوضح القرضاوي بعدها بأنه قصد الأخوة الإنسانية وليس الأخوة الإيمانية هؤلاء العلماء الذين كفروا القرضاوي وظلوه بالأمس ولم يعجبهم ذلك استمر بعضهم حتى بعد تبرير القرضاوي استمر بعضهم بتكفيره وآخرهم فسقوا وظللوا لم نسمع لهم همسا على العيسى اليوم الذين برروا القرضاوي بالأمس يهاجمون العيسى اليوم والذين هاجموا القرضاوي بالأمس يسكتون عن العيسى اليوم ما هذا التناقض عند جميع هؤلاء نعم كان ينبغي تجنب هذا المصطلح إخواننا واستبداله بمصطلح آخر لا يحمل هذه الإشكاليات العقدية لكن حقيقة ما يحدث مؤلم جدا والله نحن نعيش في فوضى من الواضح أن سبب هذه الفوضى هو استغلال السياسة للدين أصبح بعض المنتسبين للدين مجرد دماء تحركهم الأهداف السياسية لذلك أنا لا ألوم من يعتبر المداخلة مجرد أدوات لإشغال الدعاة لماذا؟ لأن المداخلة يضخمون أخطاء الدعاة ويخرسون عن طوفان الفساد يرمون الدعاة بألف سهم خارق قبل أن يرموا الإلحاد والفجور بسهم من ورق لماذا تغربون من المعارك المفصلية الحاسمة الكبرى للإسلام أمام اليهودية أمام النصرانية أمام الإلحاد أمام الدنيوية الغرب يريد اقتلاع الإسلام من جذوره واستبدال قيمه بقيمهم هم وأنتم مشغولون بالمعارك الهامشية إخوان بسلف تبليغ سرورية ما تريدية أشاعرها نعم أنا مع الحوار أنا مع استمرار الحوار مع الدعوة مع كل الطوائف المنتمية إلى الإسلام أنا لا أقول بأنه توقف عن النصح من منا لا يخطئ لكن هذا الحوار أراه مفيدا جدا هذا الحوار ينعش الفكر يزيل عنه الصدق والتكلس يهدم صنم تقديس الأشخاص والأحزاب والتيارات لكن يجب أن يكون هذا الحوار داخل الإطار الأخوي الإيماني وليس العدائي الإقصائي إلا إذا كنتم تكفرونهم فإن كفرتمهم أيها المداخلة تكفرون هؤلاء فأنتم تكفرون داعش وارتد سيفكم عليكم هذه المعارك مع الأخوان تبليغ سلف سرورية ما تريدية الأشاعر هذه يجب أن لا تكون معارك يجب أن تكون حوارات نصح أخوي أما إن جعلتموها معارك فهذه معارك الجبناء لماذا؟ لأنها لا تكلفش حين ليس وراءها أي تضحيات ليس وراءها ما يخيف أما المعركة الكبرى ضد الإلحاد ضد الدنيوية ضد الاحتلال فتخربون منها لأنها تكلفكم الكثير تقولون لا تتكلموا بالسياسة وأنتم تنكرون على الحكومات السماح بوجود الجماعات الدعوية الحكومات سمحت ما دخلوك؟ لماذا تنكر على الحكومات علنا؟ تناقض تقولون لا تعلنوا النصح لأولياء الأمور ثم نرى بعض المتعالمين فيهم يسبون محمد مرسي يسبون تميم يسبون أردوغان يسبون هبة الله يسبون السلطان هيثم سلطان عمان يسبون الحكومة الليبية المنتخبة ما هو منهجكم بالضبط؟ مواقفكم حقيقة مريبة والله تشوه الإسلام تزعمون أنكم تتبعون سلف الأمة ولو أن سلف الأمة رأوا فعلكم لجلدوا ظهوركم تعزيراً والله في عصر السلف كانت العزة للإسلام والمسلمين لا خطر عليه من الكفر أما في زماننا هذا فنحن في زمن ضعف وهوان وخطر بعد أحداث سبتمبر كل العالم العربي والإسلامي كان في خطر الاحتلال كان في خطر حقيقي أين أنتم؟ مزقتم الأمة عداء بين الدعاة إن كنتم تعادون الدعاة فكيف بالعوام؟ من بقي؟ في أوقات الخطر حين تحيط ببيتك عصابة تريد اغتصابة زوجتك وابنتك وسلب مالك وسفك دمك ثم أنت تتصارع مع جارك لأنك تختلف معه في معنى الاستواء أين عقلك؟ هذا الجهل وغباء وحماقة وسفة نعم أنا أعتقد بأن الاستواء كما قال سلفنا الصالح الاستواء معلوم والكيف المجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لماذا بدعة؟ لأنه ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الانشغال بمعاني متعلقة بالله لأن الله فوق تصور البشر فلماذا أنشغل بأمور لن أدرك حقيقتها؟ بل أنشغل بالمهم بالعمل باستغلال هذه المعاني الإيمانية فيما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى أعتقد أن الكثير من الخلاف بين منهج السلف الصالح الصحابة والتابعين السلف الحقيقيون الصحابة والتابعون وتابعوا والتابعين مع الأشاعر والماتريدية والمعتزلة وغيرهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ينبغي أن يضمحل في زماننا الذي اكتشفت فيه البشرية الكثير مما كان مجهولا بالأمس النملة حين تمشي على سطح صندوق هي تظن أن هذا الصندوق ثنائي الأبعاد فقط طول وعرض لا تدرك أن له عمقا لأنها لم ترى هذا العمق عقلها لم يستوعب ذلك الإنسان كذلك ظل لفترة طويلة جدا لزمن بعيد ظن أن الكون ثلاثي الأبعاد حتى جاء أينشتاين وأخبر أن عالمنا رباعي الأبعاد طول العرض الارتفاع والزمن كما وضح ذلك في نظريتي النسبية ونشأ بعد ذلك التعبير الجديد أزا مكان بل هناك نظريات مذهلة يصعب على العقل تصورها ترى أن أبعاد الكون أحد عشر بعدا أحد عشر بعدا كيف ذلك؟ شيء مذهل يتم دراسته في نظرية الأوتار أينشتاين يقول بأن الإنسان إذا كانت سرعته مثل سرعة الضوء سيتوقف عنده الزمن شيء مذهل إذا كان هذا يتعلق بالمخلوق فكيف بالخالق جل في علاه لذلك إخواننا الأشاعر والماتوريدية وغيرهم لجوا إلى تأويل ظواهر النصوص بسبب اللوازم التي أنكرتها عقولهم لكن أثبتت الاكتشافات أن ما ظنناهم حالا بالأمس صار اليوم حقيقة فيما يتعلق بالمخلوق فكيف بالخالق جل في علاه لذلك الشارع علمنا بأن نكون عمليين ولا ننشغل بالنقاشات البيزنطية فيما لا تدركه عقولنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فعضيه من يستغفرني فأغفر له أنشغل عن قيام الليل في الثلث الأخير عن ذكر الله عن الاستغفار أنشغل بكيفية نزول الرب في الثلث الأخير إذا نزل هنا وبعدها سينزل هناك وبعدها سينزل هناك كيف ذلك بدل الإنشغال بالمفيد بما يقربني إلى الله انشغلت بما لا قدرته لعقلي على إدراكه يقول لك الطبيب خذ هذا الدواء أنت مريض خذ هذا الدواء فإنه نافع لمرضك مقوّن لجسدك وهذا هو البرنامج الغذائي يجب أن تلتزمه فتسأله ما هذا الدواء ما هي مركبات هذا الدواء ما هي العناصر التي يتكون منها هذا المركب كل عنصر ما هي صفاته ولماذا سيذجر الطبيب يقول أنا درست سنين طويلة لأعرف هذا تريدني أن أختزل كل هذه السنين بدقائق معك عقلك لن يستطيع فهم هذه الأمور الآن أنت تحتاج إلى دراسة طويلة خذ هذا الدواء وافعل ما أمرك وأنت لازلت تجادله وتناقشه لكن ما هذا ولماذا أنت قلت هذا الشيء ولماذا قلت هيقول لك اطلع بره بره فإذا كان هذا الأمر بما يتعلق بالمخلوق فكيف بعلم الخالق جل في علاه كيف بصفات الخالق جل في علاه الله سبحانه وتعالى يفوق قدرتنا على التصور لذلك افعل ما يطلبه منك دون لجاجة لكن افترض أن أخي الأشعري أو الماتريدي أو أب لم يقتنع أنا لن أعاديه بل سأظل أحاوره باللين والرفق لن أعاديه في الوقت الذي اجتمعت علينا أمم الكفر تريد اقتلاع الإسلام من جذوره من الجهل أن ترى البعض يستدل على عنفه مع الفرق الأخرى بالإمام أحمد والله الإمام أحمد بريء مما تفعل والله الإمام أحمد بريء مما تفعل الإمام أحمد كان ضحية الاستبداد كان ضحية المعتزلة المتوحشة في ذلك الوقت بقيادة أحمد بن أبي دواد وأنتم اليوم أخذتم دور السلفية المتوحشة ابن تيمية أنت لا تمثل ابن تيمية رحمة الله عليه ابن تيمية كان ضحية الاستبداد ضحية استبداد ابن مخلوف وغيره فلما تمكن ابن تيمية منهم عفى عنهم هذا موقف ابن تيمية أنتم لا تمثلون الإمام أحمد ولا تمثلون ابن تيمية بل هما يبرعان من أفعال يكون منفرة وهذا كان في وقت الإمام أحمد الذي كان العزة فيه للإسلام والمسلمين فكيف بزماننا نحن لقد جاهدت الأمة بقيادة علمائها مع المأمون مع الواثق مع المعتصن ولم ينتظروا توحدهم على العقيدة الصحيحة يدركون أنهم منحرفون في العقيدة لكن تعاون العلماء معهم في الحق ولم يتبعوهم في الباطل أما أنتم مزقتم الأمة عاديتم من خالفكم في الوقت الذي اجتمعت علينا ضباع الأمة امتنى شل عمنا في ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين هل تظن أنك وحدك أيها المدخلي قادر على مواجهة الغرب كلكم نافرين ونص من أنتم هذه الخلافات لم يتم القضاء عليها منذ أكثر من ألف سنة كبار علماء الأمة لم يحسموا الخلاف تريد أنت وحفنا من أتباعك أن تحسم الخلاف لن يكون لكن لتستمر الدعوة والحوار الأخوي باللين والرفق على الله أن يهدينا سواء السبيل ثم نراكم تجرمون من يخرج الثورات وبعد ذلك خرجتم أنتم مع حفتر ضد الحكومة الليبية المنتخبة لذلك أنا أقول إن كان بعض الجماعات الإسلامية ميزانها مال فأنتم لا ميزان لكم أصلا لا ميزان لكم قناعتي أن الثورات ليست علاجا للفساد بل زيادة في الفساد هذا رأيي وهذه قناعتي وتكلمت عن هذا الموضوع في حلقات خفايا الصندوق الأسود سابقا أنا ضد الثورات ومع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا إن احتلت بلاد المسلمين حينها يجب على أهل هذا البلد الجهاد لطرد الغساء أنتم المداخلها تقولون الثورات هي سبب الفتن مع أني ضد الثورات لكني أقول ليست الثورات هي السبب الأول للفتن السبب الرئيسي والأول للفتن هو الظلم الذي كان سببا للثورات التي زادت الوضع سواء فالسبب الأول والرئيسي والأكبر والأعظم هو الظلم ثم نشأ عنه فساد آخر وهو الثورة الثورة على الظلم أمر حتمي لا تظن أن هؤلاء الثوار يعني عصى بيد الدعاة لا تخرجوا لن يخرجوا أخرجوا سيخرج هذا فوق قدرة أحد على السيطرة الشعوب إذا ثارت لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها لذلك ندعو الحكام إلى العدل لمنع هذا الفساد سواء كنت في بلد مسلم أو بلد غير مسلم حتى في غير بلاد المسلمين تكون هناك ثورات القدر إن ازداد غليانه سيصل حتم إلى درجة الانفجار الانفجار هو نتيجة للغليان ومن الحمق أن نلوم النتيجة ونتجاهل السبب الثورة خطأ لأنها من وجهة نظري عملية هدم عمياء والأعمى لا يبني ولم تكن الثورات والانقلابات منهجا للأنبياء والرسل ألبتة هذه قناعتي أنا سأحاول أن أقنع هذا المظلوم الثائر بأن الثورة لن تنفع بل ستزيد الوضع سوءا لكن إن لم يقتنع لن أقف مع الظالم بإذن الله سأنصح للمظلوم لا تثر الثورة ستزيد الوضع سوءا إن لم يقتنع لن أقف مع الظالم بإذن الله سأنقى بنفسي وأدعو الله أن يصلح الحال لأن الأمر خرج عن السيطرة أما أنتم أيها المداخلة فتصفقون للظالم وتقفون معه ضد الثائر المخطئ نعم مخطئ مخطئ لكنكم تجعلون منه تجعلون من خطأه أعظم جرما من الظالم وحين ذكر النووي وابن تيمية وغيرهما من علماء هذه الأمة بأن أهل السنة استقر رأيهم على ترك الخروج على الحاكم فإنهم لم يتعاملوا مع الثائرين على أنهم هم الظلمة سبب الفساد الظالم هو المفسد الأول وكذلك حين أنكر بعض علماء الأمة الأولين خروج الصحابة بعض الصحابة والتابعين على يزيد فإنهم لم يجعلوا من الخارجين هم الظلمة ويزيد هو المظلوم وهو المسكين لا يزيد هو الظالم لكنهم أخطأوا بالخروج لذلك أنتم لا أقول ميزانكم مائل أنتم ميزانكم محطم بل مخلوع فأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك الله و أبو حمدي نشهد أن لا إله إلا أن نستغفر وكون أتول